انا بحبتك في حالة جديدة من رقم 10 كل المباريات ممتعة في الدوري كل يوم والتاني مباريات حلوة كل مباراة قوية جدا مفيش فرقة ضمن الفوز مفيش فرقة مستسلمة للخسارة كل المباريات كبيرة كل المباريات ممتعة حقيقي دوري زي ما قلت لكم مبارح وأول مبارح وأول مبارح دوري سخط وشكله مكمل معنا سخط وشكله حلو كل المباريات جميلة ورايا النهاردة الأهلي بيحقق فوز صعب جدا على البنك الأهلي والزمالك كمان عمل مباراة كبيرة ومميزة أمام فريق مش سهل فريق صعب جدا النهاردة الزمالك كان من الفرق المميزة جدا قدام طلاع الجيش طلاع الجيش عمل مباراة كبيرة ولكن الزمالك عمل مباراة أكبر تعالوا مستعرض نتائج اليوم كلها كانت مباريات رائعة جدا الزمالك زمالك وترى الجيش كسب 2-0 النهاردة أحمد سعيد زيزو وعمر سعيد عمر سعيد كمان رأسه رائعة جدا هده حلو قوي وهاداء رائع جدا طيب نشوف مصر مقصة كمان النهاردة والجونة مصر مقصة بفريق من الشباب بفريق في ظروف صعبة جدا بيقدر يكسب الجونة 2-0 هدفين كريم صلاح وأحمد سبيحة برامجزو فاركو فاركو حاول يعني يقف شوية قدام برامجز لكن دقيقة 69 خلصت الحكاية ومحمود ودي سجل هدف الأول وبعده على طول هدف لعبدالله سعيد في دقيقة 85 هدفين خلصوا المباراة هدف لفاركو في دقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضيء لعزمي وما الأهلي النهاردة كسب البنك الأهلي في مباراة كانت صعبة جدا هدف صعب جدا لمحمد شريف خطأ من الحارس زنفولي ولكن النهاردة الأهلي يمكن في بعض التحفظات على دقيقة سراميكو لبطرة بيدخل بقى الدوري وبيئزي الإسماعيلي الإسماعيلي اللي عنده مشكلة جدا السنة دي 2-1 سراميكا 2-1 قدام الإسماعيلي هدفين لعصام صبحي في مرمى لصالح سراميكا وهدف آخر لشادي حسين هدف الإسماعيلي سجله شلونجو في دقيقة 30 ده ده الوضع بالنسبة لمباريات اليوم كلها مباريات ممتعة كلها مباريات رائعة أو مباريات النهاردة مصر المقصة والجونة وخلصة اتنين لاشئ